نواصل حل تبريل كتاب مدرسي ونحن الآن مع التمرين رقم ثلاثة F و G و H دوان بحيث F معرفة بدستور G معرفة بدستور و H معرفة بجدول تغيرات نعرف دوال جديدة E و V معرفة بتركيب الدوال E معرفة بتركيب دلتين كلاهما بدستور و V مركب دلتين إحداهم بدستور والأخرى بجدول تغيرات ويبدأ يطرح الأسئلة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة أربعة خمسة ستة إذن V معرفة V متزايدة V معرفة ماذا ألاحظ ألاحظ أن الأسئلة الثلاثة أربعة وخمسة وستة متعلقة بV والأسئلة الأولى متعلقة بE إذن من هي V من هي E مركب دلتين بدستور مركب دلتين والV إذن الـ E مركب دلتين بدستور طرح عنها السؤال الأول والثاني والثالث و V معرفة بدستور وجدول تغيرات وطرح عنها السؤال الرابع والخمس فماذا نفعل؟ للإجابة عن السؤال الأول والثاني والثالث نتخيل أن هذه غير موجودة نمحيها في رأسنا نتخيلها هكذا والسؤال يصبح هكذا في معرفة على كذا وكذا وكذا هذه الأول والثاني والثالث على الدلة بل الشكل إذن نتخيل أن هذا غير موجود أن هذه الدلة غير موجودة نبدأ بالجواب لتكن F معرفة بدستور وجي معرفة بدستور و H معرفة بجدول تغيرات F معرفة بدستور على مجال تعريفها و J معرفة بدستور على مجال تعريفها و H معرفة بدستور و H معرفة بجدول تغيرات على مجموعة تعريفها مجموعة تعريفها هو 07 استنتجه و HX صورة صورة مجموعة تعريف هذه مجموعة تعريف هذه صورة مجموعة تعريف محصور بين نقص 1 و 4 أقرأه من جدول تغيرات أصغر قيمة أكبر قيمة وهو صورة مجموعة تعريف نضع يتسوي F دائرة G و F G دائرة H وأجيب بصحيح أو خطأ مع التبرير التبرير هنا إجباري وهو سؤال غير مباشر E معرفة على المجال 07 الإجابة الصحيحة لماذا؟ في الحقيقة هناك عنصف الدروس مجموعة تعريف دلة مركبة كيف نعرف هذا مجموعة تعريف هذه D E يساوي D F دائرة G كيف أعرفه؟ أعرفه أنه هو الأعداد الحقيقية التي تقبل صورة ب D G و G ل X تقبل صورة ب F إذن في هذه الطريقة حقا هناك حلة هناك حلة هذه هذه رأيها F بين قوسين هذه رأيها F بين قوسين جل X بين قوسين إذن ما هي مجموعة تعريف هي الأعداد الحقيقية هذا الشرط الأول هذا الشرط الأول أعداد حقيقية كيف نقول جل X معانة X له صورة بوسطة الدلة G ثم هذا له كل أدد يعود جل X له صورة بوسطة الدلة F لأن أنا شرحت هذه منيجات نبدأ نفسر بشوي درك وفي الحقيقة عندي ثلاث شرط الشرط الأول الشرط الثاني الشرط الثالث الشرط الأول نفسه الشرط الأول X ينتمي ل R X ينتمي ل R عادي نجي للشرط الثاني X ينتمي إلى D G D G هو من سفر زد ما لنهاية ترجمناه نزيد الجيل لشرط الثالث جيل X ينتمي إلى D F D F هو R معانة جيل X ينتمي إلى R نزيد نشرح هنا نزيد نشرح هنا X ينتمي ل R ينتمي ل R X ينتمي لهذا X ينتمي لهذا من هو جيل X هو جدر X أصبح جدر X ينتمي إلى R نحن الآن هنا إذن X عدد موجب وجدره حقيقي في الحقيقة في الرياضيات هذه رأي تقاطع ثلاث مجالات X ينتمي لنقص من النهاية زد ما النهاية و X ينتمي لهذا المجال وجدر X ينتمي إلى R متى يكون جدر X ينتمي إلى R إذا كان ما دخل الجدر موجب معانة نفسه هذا المجال و يكون هذا الصغير إذن X متى يكون جدر X معرف إذا كان ما دخل الجدر موجب إذن هذه ايش تصبح تصبح نفسها X ينتمي إلى 0 زد ما النهاية معانة تكون X ينتمي إلى 0 زد ما النهاية ولكن 0 7 محتوى في 0 زد ما النهاية وتكون إجابة صحيحة E متزايدة على المجال 0 3 الإجابة صحيحة لأن للدلتين نفس اتجاه التغير لأن للدلتين F و G نفس اتجاه التغير أي الدلتين متزايدة تماما على هذا المجال والدلتين F متزايدة تماما على هذا المجال ومنهم مركب دلتين متزايدتين تماما هو دلتين متزايدة تماما على هذا المجال و كذلك السفر 3 محتوى في 0 زد ما النهاية مدام متزايد على المجال الكبير فإنه متزايد على المجال الصغير ثالثا إي إكس عنصر من المجال سفر تسعة الإجابة خاطئة لماذا؟ لأن إي إكس هو آف دائرة جي لإكس وهو آف لجي لإكس آف لجي لإكس هو جي لإكس مربع وجي لإكس يجد الإكس معناته هو إكس معناته إي لإكس وإكس تحويل المطابق وإكس ينتمي إلى سفر زائد ما لنهاية هذه السفر زائد ما لنهاية وجدناها في الجواب الأول مجموعة تعريف الدلائي مثال مضاد من هي صورة المئة؟ صورة المئة هي مئة ليست من المجال سفر تسعة هو قال لك كل العناصر من المجال سفر تسعة السؤال الرابع إي معرف على هذا المجال الإجابة خاطئة لأن V تسوي جي لإكس ومجموعة تعريف V عليحب نشرح هذه الطريقة هذه إكس ينتمي إلى دي آش وآش إكس ينتمي إلى دي جي هذه شرحتها الآن إكس ينتمي الآن رجعناها من هو إكس من هو دي آش هو سفر سبعة آش إكس من هو دي جي دي جي من هو هو سفر زائد ما لنهاية نحن الآن هنا نبدأ من الأول الأربعة والخمسة والستة خاصين بالدالة V نبدأ بالسؤال الأول V معرفة على هذا المجال إجابة خطأ V إكس هو جي لإكس إكس مهما مجموعة تعريفها مجموعة تعريفها فيها ثلاث شرط الشرط الأول إكس ينتمي إلى أر أو الشرط الأول الشرط الثاني إكس ينتمي إلى دي آش الشرط الثالث آش إكس ينتمي إلى دي جي ها وره وكحنا نبدلو دي آش نبدلوه دي آش نبدلوه هو سفر سبعة و دي جي نبدلوه هو سفر زائد ما لنهاية نحن الان هنا نحن الان هنا علي خلينا كيما راه ها ما معنى Hx من سفر زي المال نهاية معنى Hx اكبر او يسوي السفر ونزل نبدل هذا الشرط نزل نشوف هذا ستارك فهجة كيما راه ها كيما راه من هو Hx Hx و X ماذا يكون في الحق هنا يا لا لا هناكي بعد الفكرة عد اخرى شوفوا معايا من جدول التغيرات Hx مجب ماذا يكون Hx مجب اذا كان X من ثلاثة سبعة هلنقرأها من جدول التغيرات لاحظ معي هنا هذا Hx ماذا يكون Hx مجب ماذا يكون عندنا سهم مجب إذا كان X من ثلاثة إلى سبعة نقرأها من جدول التغيرات هذا أصعب جزء في التمرين Hx يكون مجبا اذا كان X من ثلاثة سبعة نقرأها بقراءة جدول تغيرات خلاصا اشرحت هنا نبقى نشوف ذلك ما هو تقاطع المجالين 0 7 و 3 7 هو 3 7 إذن ما هنا يرجع 0 7 رأس 0 1 زج 3 وبعدها 3 4 5 6 7 0 7 3 7 وين يتقاطعه يتقاطعه في 3 7 وكهو في الاختراح مؤرفة على 0 7 هذا خطأ لأن 0 7 ليست محتوى في 3 7 0 7 ليست أصغر من 3 7 العكس والذي صحيح وبالتالي V معرفة على 3 7 V معرفة على 3 7 إذن خلاص قعدنا مجموعة تعريف الدالة مركبة V هو 3 7 و V غير معرفة على مجال 0 7 خامسا V متزايدة على 0 7 فالإجابة خاطئة لا لأن V غير معرفة على 0 جدر 7 في الحقيقة هي كيف تمشي هي تمشي بهذا الشكل علماً V معرفة معرفة علماً V أنا أقول نفس السؤال لي قبله معرفة 3 7 3 7 وره ها هنا ثلاثة سبعة ها وره ثلاثة هاي سبعة ثلاثة سبعة وكيف قال لك هو قال لك 0 جدر 7 جدر 7 راه 1.7 معناها راه أقل من المجال تعريف هذا صفر هذا والراه راه هنا راه 0 جدر 7 راه هنا راه 0 جدر 7 ومبعدها تجي 3 وبعدها تجي 7 إذن ثلاثة راه هنا والسبعة راه هنا والصفر راه هنا وجدر 7 راه هنا إذن هو صخصة هل هي متزايدة على الصفر جدر 7 صفر جدر 7 صفر جدر 7 هو هذا المجال هو هذا المجال الدالة أصلاً غير معرفة عليه هذا هو الجواب هذا هو لماذا خاطئ نشوف السؤال السادس V معرفة على 3 7 الإجابة الصحيحة علىه لأننا جاوبناها في السؤال اللي قبله في السؤال الرابع أو D V حسبناه لقناها 3 7 الإجابة صحة لأن في الجواب 4 أدى لها V معرفة على 3 7 كيفاش نلقوها نلقوها بالطريقة قلناها خطأ الفاتحة ما عليش نعودها البان صعبها هي سهلة البان صعبها هي سهلة شوفوا معايا كيفاش نلقو مجموعة تعريف هذه لازم X يحقق 3 شراط X ينتمي إلى R و X ينتمي إلى DH و HX ينتمي إلى DG نعود هناك 3 شراط الشرط الأول الشرط الأول X ينتمي إلى R الشرط الثاني X ينتمي إلى H إلى DH الشرط الثالث أن HX ينتمي إلى DG نعود هناك 3 شراط الشرط الأول X ينتمي إلى R الشرط الثاني X ينتمي إلى DH لماذا؟ لأننا قلنا HX معانتها يسمح لX بالانتقال بوسطة الدل H من هو الشرط الثالث؟ الشرط الثالث هو HX لأن H دل و HX عدد معناها HX ينتقل بالدل G ولهذا يكون HX ينتمي إلى DG هذه الفكرة على مجموعة التعريف دل مركبة إذن الشرط الأول X ينتمي إلى R الشرط الثاني X ينتمي إلى DH الشرط الثالث X ينتمي إلى DG هذا اللي كنت تنقل فيها منذ قليل إذن هذا الشرط الأول هذا الشرط الثاني هذا الشرط الثالث ثلاث شرط قبل ما تحفظها فمعناها وبعدها الفكرة ما هي أنك تترجم X ينتمي إلى DH ترجمها وX ينتمي إلى DG ترجمها أي الترجمة الأولى الترجمة الثانية HX هدايا هنترجمناه بعدها بجدول التغيرات عودنا ترجمناه هذه الفكرة على التمرين وجدناها ثلاثة سبعة بهذه الطريقة نكون قد انتهينا من التمرين رقم ثلاثة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة